اهلا بكم عقد مجلس الأعمال البحرين السعودي المشترك اجتماعه الثاني اليوم حيث حفل جدول أعماله بعدد من الموضوعات المهمة يأتي في مقدمتها مناقشة معاملة الخليج كمواطن وفقا لقرارات مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لمناقشة الدعاوى القضائية وآلية العمل بها بين البلدين المجلس يؤكد عمقى ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة والراسخة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية وذلك بفضل التوجهات الكريمة والرؤية السديدة لقيادة المملكتين الشقيقتين كما أن للمجلس بالغ الأثر في تحديد نهج العمل الاقتصادي المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية باعتباره يفتح آفاقا للحوار الاقتصادي ويدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بين المملكتين ويعزز العلاقات التاريخية الممتدة بينهما وحول هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك للحديث عن أهم ما جاء في اجتماع اليوم أهلا بكم من جليل مشاهدينا وباسمكم ومرحب بضيفي الكريم في الستوديو السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك وأيضا رئيس لجنة المالية والاقتصالية مجلس النواب يارو سهلا فيك سهلا أهلا بك اليوم مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك عقد اجتماع وهو يأتي ضمن الاجتماعات الدورية لهذا المجلس اللي تأسس من العام 2003 قبل الحديث عن أهم مدار في جلسة اليوم هذا المجلس ما هي الأدوار المناطبه شنو الاستفادة التي تأتي من وراه ومن أهميته خلال السبات عشر سنة يعني أقدر أقول لك أن هذه المجلس من أهم المجالس الموجودة التي تربطنا بالشقيقة المملكة العربية السعودية كغرفة تجارة وصناعة البحرين ونحن نعطيها اهتمام خاص لأنه يعني فيه ترابط ما بين الاقتصاد البحريني والسعودي وفيه اتحاد في الرؤى الاقتصادية اللي موجودة ما بيننا ما بينهم على مستوى القيادات يعني هذه الشي ليس على مستوى حتى الرجال العمال يعني فدائما احنا ننظر للمملكة العربية السعودية كخيار أول في أي يعني مشروع أو في أي استثمار بيكون أن احنا أول باب يعني نطرقه باب المملكة العربية السعودية طبعا هذا المجلس العمال المشترك على ضوء الفترة اللي هو تؤسس عليها كل فترة لها اختلافات ولها خصوصيات فيها تكلم لك عن هالفترة اللي احنا حين فيها لأن فترة السابقة راحت تكلم لك عن هذه الفترة يعني احنا اليوم نشوف ان مملكة العربية السعودية عندها انفتاح اقتصادي كبير وفي خطوات متسارعة وجديدة فبالتالي البحرين لازم تكون على هذه الخطوات وتستفيد منها تحت مبدأ واحد أن يكون بيننا تكامل وليس تنافس لأن احنا مربوطين مع بعض البحريني معتمد على الاقتصاد السعودي والسعودي مكمل للاقتصاد البحريني احنا نقدر نقول أن 4 مليون سائح يجوننا البحرين من السعودية من حصل 12 مليون يعني ثلث سواح اللي يجوننا من المملكة العربية السعودية أو اللي يترددون عن البحرين كذلك البحرينيين في الجانب الآخر يروحون بهذه الطريقة فاحنا نسعى في هذه اللجنة أن يكون المشاريع اللي بتكون موجودة تكون مشاريع تكمل بعضها بعضها يعني اللي مو موجود في السعودية يكون موجود في البحرين اللي مو موجود في البحرين يكون موجود في السعودية لأن الانفتاح اللي حاصل في مملكة العربية السعودية راح يكون للأثر الإيجابي على البحرين لأن راح تكون مملكة العربية السعودية في القريب جدا محط أنظار العالم كله أكثر السواح بيكونوا موجودين فيها بسبب هذا الانفتاح والمشاريع السياحية والتنموية اللي قاعدة تحصل فيها فبالتالي هذا راح يعكس جدا إيجاباً على مملكة البحرين في النهاية اليوم السائح لما يروح هناك يخلص راح ينزل البحرين فهذه العدل اللي نتكلم فيه اليوم كلهم سعوديين راح يشوف الحصائيات القادمة بإذن الله بيكونوا فيهم سواح غير سعوديين راح أتكلم عن هذه الأثار خاصة معه بإذن الله يعني إنشاء جسر الملك حمد مستقبل اللي راح يوسع من هذه الأفاق في ميزان التبارد التجاري البحرين السعودي لكن نرجع لهذا المجلس هو هل له صفة استشارية من هم أعضاء هل هو مكوّم يعني تجار مستثمرين في أعضاء في الغرفتين التجاريتين البحرينية والسعودية حضرتك مثلا موجود في هذه الغرفة في مجلس النواب من هم أهبرز أعضاء هو يعني مثل ما قلت لك أنه من أهم المجالس عادة المجالس يمكن ما يتعدى العدد الجانبين 18 شخص 20 شخص جانب البحريني وجانب الآخر هذه المجلس اللي احنا اليوم كنا في اجتماع عددنا فوق 60 شخص من السعودية 31 تقريبا تقريبا نعم ومن مختلف القطاعات من الجانبين يعني من القطاعات التجارية القطاعات الصناعية التعليمية الصحية السياحية جميع القطاعات الاستشارية البنكية كل القطاعات كانت متواجدة لأهمية هذا المجلس دور هذه المجلس طبعا أنه هو دور التنسيقي اللي ينسق ما بين البلدين حق أنه يرفع التوصيات للجهات ذات العلاقة بين الجانبين يعني هو يقوم بعمل تنسيقي بصفة استشارية يرفع إلى أصحاب القرار إلى الجهات المختصر ولا مانع أنه تنشأ شركات ما بينهم يعني هم بعد وجودهم مع بعض لأنه موجودين مع رجال أعمال وتجار فبالتالي إذا هم تفقوا على مشروع أو تفقوا على استثمار ينشون شركاته هاي تم في السابق أن ينشأ كثير من الشركات المشتركة البحرانية السعودية ولا زالت الحمد لله ناجحة ولها مكانتها في البلدين حجم التبادل التجاري بين المملكتين ثلاثة مليار دولار والتبادل التجاري نمى في آخر ثمان سنوات بنسبة واحد وخمسين بالمئة هل هذا المجلس خلال وجوده من عام 2003 كان لها دور فيه زيارة ميزان التبادل التجاري في نمو الاستثمارات المشتركة المشاريع المستركة بين البلدين طبعا هو يعني اللي ساحد وساهم على النمو احنا نتكلم عن النمو اللي زاد اللي هو النمو الغير نفطي بثلاثة مليار واللي هو معني في قطاع التجاري اللي احنا ننتمي له واللي هذي كان موجود له فهذا القطاع صار له هذي النمو في هذه السنوات بسبب بعد سياسة الحكومة في تأكيد البنية التحتية والليجستية ما بين البلدين سواء في تطوير الموانا في تطوير الشوارع في تطوير حركة المرور في التسهيلات اللي تقدمت من الحكومة وفي التشريعات والقوانين اللي ساهمت ان هذه البضايا تنزل بين البلدين بكل انسيابية وتروح وهذا اللي شجع وزاد هذه التبادل لكن اللي احنا نشوفه من خلال الارقام ان اخر ثلاث سنوات ثبت الرقم من 2016 من 2016 معناته ان احنا وصلنا المكسيموم في ظل اللوجستيات اللي موجودة سواء عن طريق استخدام البحر عن طريق استخدام الجسر او حتى الطيران اللي هو يكون فيه التبادل مسموح لذلك جاءت فكرة جسر الملك حمد والليون بشرون الجماعة انها من 20 ديسمبر 2019 بدأوا العمال فيها بدأوا الدراسات وبدأوا الترسيات وانه خلال 30 شهر بيكون هذا الجسر واقع بإذن الله فاحنا بعد وحوالي سنتين ونص كما هو معلن تقريبا ايه تقريبا فهذه الأمور وهذه الخبر يعطيك انه اهمية هذا الجسر تأتي ان البحرين عندها نمو اقتصادي والنمو الاقتصادي هو اللي يسبب انه في حاجة لجسر اخر وحاجة لانه يكون فيه تبادلات فهذه الاحصائيات وهذه المعلومات تعطي دائما انطباع والطمن حتى المستثمرين فلذلك احنا اليوم كان في الاجتماع واجتماعات سابقة مع الزملاء في عظام مجلس الادارة انه دائما يكون المستثمر والسعودي كله مكانته في البحرين وهو الدليل انه في مركز البحرين المستثمرين في مركز خاص للمستثمر السعودي صحيح لأهميته واهميت دوره في تنمية الاقتصاد البحريني فطبعا احنا كل هذه الامور اللي تكلمنا فيها اتطمن وتأكد انه ان شاء الله النمو قاعد يتطور وماشي على خطوات ناهيك عن يعني بشكل عام النمو العالمي بس لا زالت البحرين تمشي على الخطر الصحيحة وانه الحمدلله رب العالمين يعني قاعدة نشوف النتائج اللي اشتغلوا عليها سابقا واللي راح تلحق لاحقا ان شاء الله حجم التبارل اللي يقدر بثلاثة مليار واللي ثابت من 2016 مثل ما تفضلت هل متوقع انه مع يعني انتهاء العمل او الاعمال في جسر الملك حمد بإذن الله مع هذا الانفتاح السياحي الذي تشهده المملكة العربية السعودية واللي اكيد راح يكون يرافق حركة نمو اقتصادي ومشاريع وما الا ذلك تنموية وغيرها هل سيزيد من هذا الميزان هل راح ينعكس على المملكة ايضا في البحرين هنا خلال الفترة ونشوف الميزان التجاري زي المشاريع نوعيتها قطاعات جديدة تدخل في المشاريع المشتركة بالطبع يعني وجود هذا الجسر راح يسهم في كثير يعني حتى على مستوى السياحة انه مثلا وقت الانتظار في الجسر يعني هل الأربعة من اليوم ممكن تزيد زيد ويكون معهم سواح غير سعوديين مثل ما قلت لك وراح تنظم رحلات سياحية بتكون البحرين جزء منها في الجانبين لانه مثل ما قلت لك ان المملكة العربية السعودية رؤية الجديدة او رؤية الاقتصادية 2030 قريبة من رؤية البحرين الاقتصادية ومكملة لها بتتيح انه بتكون في مشاريع كثيرة سياحية فبالتالي السائح لما يجي المملكة العربية السعودية راح تكون باقي البرامج مكملة في البحرين وجود جسر اخر يقلل وقت الانتظار مثل ما قلت لك او وجود جسر ثاني انه يعطي فرصة حق السلع والبضايا انه تنتقل بشكل اكبر يمكن يخصص جسر حق البضايا وكذلك في فكرة مشروع يكون في خطار يعني ما بين يربط الميناء الخليفة مع ميناء المملكة العربية السعودية انه في بضايا تنتقل بشكل هاي هذه كلها امور تحفز انه هذه التبادل بيكبر وهذا الرقم بيكون رقم يعني بنتكلم عليه في الماضي كرقم صغير يعني انا توقع ان الرقم يمكن انضاف عليه صفر يعني يكون اكبر من هذا الرقم كبير اتكلم طبعا عن اللي هو التبادل غير نفطي فهذا اللي احنا نسمع على وهذا اللي هو يحقق النمو اللي احنا نطمح له اضافة الى ذلك انه في افكار ومشاريع صناعية راح تصير فبالتالي لما يكون في التبادل الوجستي سهل فمشاريع الصناعية لما تكون موجودة في البحرين ثم تصديرها وعادة تصديرها من قنوات البحرين والتي هي اسهل والتي هي تمتلك السمعة يعني بشكل عالمي في سهولة التعامل سهولة انهاء الوقت المحدد في سويعات بعض البضايا اذا هي عندها ريكورد وعندها اللي هو المسار الاخضر وهذه الامور فهذه كلها امور تساعد انه وفرت كذلك الاراضي الصناعية والتي تم حتى اليوم نغاشها انه في اراضي صناعية موجودة فبالتالي المشاريع الصناعية البحرين جاهزة لها جاهزة الناس سعودية تستثمر في البحرين وتستفيد من هذه القنوات الموجودة فيها بالنسبة لكل التسليلات التي تقدمها البحرين للمستثمرين وايضا كل ما يتوفر فيها من امور اللوجستية مثل ما تفضلت بولنية تحتية تشريعات ضامنة شبكة مواصلات واتصالات وما الى ذلك بما يشجع المستثمر نتكلم هاي بشكل عام لكن لا بدو ان نقف عند خصوصية العلاقات البحرينية السعودية هذه العلاقات المتينة في كافة المجالات واللي دائما قيادتنا الرشيدة تؤكد عليها وتحرص على نموها وتعود وتضرب هي بجذورها في التاريخ ويعني ما بين القيادتين والشعبين واليوم ايضا كان في لكم لقاء سيدي سموة العادة استقبلكم وكان في حديث عن هذه العلاقات وعن فرص النمو الجوانب الاستثمارية والاقتصادية شنو هما تم الحديث معه ويعني بماذا وجه سموة العضاء اللي حضروا هذا الاجتماع يعني طبعا مثل ما تتعرف العلاقات البحرينية على مستوى كبير يعني على جميع المستوى من جلات الملك الى مواطنين جميعا العلاقات قوية ومترابطة احنا دائما نقول علاقات أخوية يعني احنا ما نتكلم عن لفظ آخر دائما نحنا بيننا ومعنا البحرين علاقة أخوة وأشقاء طبعا استقبلنا اليوم سموة للعهد المجلس العمال البحرين للسعودين المشترك وطبعا يعني استقباله لنا هي كان يعني مثل الدافع واللي يعطيك القوة ويعطيك الأمان أن القيادة ممثلة في سموة للعهد تهتم بهذا اللقاء وتهتم في هذه العلاقات الاقتصادية البحرينية السعودية وأكد أن البحرين والسعودية متماسكين وأكد أن أي معوقات وأي مشاكل وأي شيء تخلي لنا هذه العلاقات البحرينية السعودية أو الاستثمارات التي تكون موجودة أو أي يعني معوقات أن الحكومة جاهزة لحلها بشكل سريع وفوري يعني وخصوصا في المجال العقاري تكلموا في بعضها في مجال بعض المشاريع فأكد أن البحرين مستعدة حق المشاريع الجديدة ومستعدة حق المشاريع الصناعية ومستعدة حق جميع أنواع المشاريع وأن أي شيء هذا المجلس يحتاجه أو كمستثمر سعودي يحتاجه وأن الحكومة ممثلة في سموة للعهد جاهزين أنه فورا يتخذون قرارات التي تأكد هذه التعاون تأكد هذه القوة الاقتصادية وهذه ما يزيد ثقة المستثمرين لما يلاقون أن يعني القيادة الرشيدة سموة الأهد الله يحفظه هو الداعم الأول لهم طبعا بتوجيهات أكيد من سيد جاهز الملك هذه ضمن المستثمرين بأن وجودهم في البحرين هو محل استقبال دائم وترحيب وأن الفرص متاحة وبالتالي كأنها رسالة كل العقبات ممكن أن تذلل لنمو هذه الأعمال البحرينية السعودية المشتركة أكيد سيد سموة الأهد هو رأس الاقتصاد في البحرين وهو موصق الملف الاقتصادي في البحرين من أول ما مسكا في 2008 بتكريف من جلالة الملك وهو الخطوات التي قاعدة تمشي فيه ممثلة في مجلس تأمين الاقتصادية دائما كانت أمورها تنظيمية ودائما كانوا يختارون قطاعات ويبدأون في تنظيمها وهذا الشيء اللي زاد المدخول أو الإيرادات الغير نفطية هذه الإيرادات الغير نفطية ما زادت يعني لحالها زادت لأنه كان فيه جهة ويرأسها سمواني العهد وكانت هذه الجهة مع فريق البحرين طبعا اللي موجودين معاهم هم اللي أسسوا هذه الأساسات وهما اللي كانوا يأخذون قطاع قطاع بالأهمية والقوة يعني حجم القطاع نفسه ويتمون يحطون للقوانين ويسهلون القوانين ويزيلون العقابات اللي هي موجودة فبالتالي هذا القطاع يصير له تنمية كبيرة يعني دخله في قطاع الاتصالات قطاعات العقارية قطاعات كثيرة كانت البحرين يعني سباقة في المنطقة أنها شالت المعوقات وبالعكس صارت لها روافط غير نفطية وأن لن تشوف في الإحصائيات في الميزانات اللي قاعدة الصيف وكذلك اللي جاي أفضل فلذلك لما هم يسمعون هالتطمينات من رأس الاقتصاد في البحرين واللي هو ماسك هذي المشروع أكيد هم يطلعون بكل طمئنان وريحية لأنهم عارفون أنهم في أيدي أمين إن شاء الله ما جاء في هذا الاجتماع هل طلعتوا بتوصيات معينة استكمالا للأعمال السابقة متابعة للأعمال التي تم البدء فيها وما إلى ذلك يعني هذا الاجتماع طبعا هو الثاني الأول كان في مملكة العربية السعودية وهذا الاجتماع الثاني كان تكميلي طبعا تم مناقشة يعني أضة أمور اللي هو كانت فيه فكرة اللي هو الاستزراع السمكي فكرة اللي هو النقل البحري فكرة تنمية السياحة والضيافة أنها تكون فيه مشاريع سياحية ومطاعم ومقاهي وأخرى ما بين البلدين تنمية الصناعة في البحرين الدخول في القطاع الصحي طبعا كل هذه الأمور اللي هي تم مناقشتها على عجل وتم الاتفاق على تشكيل اللي جان مصغرة تهتم فيها وتنميها وتشوف بالضبط على كل واحدة على حدها كذلك تم مناقشة يعني فكرة أن معاملة الخليجي كمواطن وفقا لقرارات مجلس التعاون تم التطرق حك تفعيل هذه النقطة بشكل أوسع وأن يكون فيه لجنة كذلك مختصة أنها تهتم فيها كذلك تم التكلم عن أنه إذا فيه قضايا مشتركة ومنازعات تجارية اقتصادية أن يكون فيه لجنة تهتم فيه منازعات تجارية بين البلدين ما بين يعني تجار البلدين أو يعني فيه خلافات على مبالغ نتعرف فيه تبادل تجاري أكيد فيه بعض المنازعات بعضها يعني هذه الأمور يعني تكون لها انصفة أنك لجنة مصغرة وهذه اللجنة تطلع بمخرجات هل هي تحتاجة للاستعجال فيه عملية حل هذه وحنا يعني كنا نقول أننا يعني القانون في البلد مغطي هذا يعني اللي هو قوانين الموجودة التجارية وقوانين مدنية تحفظ الحقوق يعني قلنا له هاي مطمئة فهم قالوا بس الإجراءات والتسهيل أنه يكون يعني معرفية أكثر من أنه هي تحتاجها فطبعا هذه كانت أمور مطروحة وآخر شي تم أنه هي فكرة أنه يكون فيه معرض مشترك بحريني سعودي يتم تنظيمه من قبل الطرفين وهذي يعني يفتح المجال لجميع القطاعات تكون متواجدة بشكل مباشر يعني ممثلة اليوم في 60 شخص يكونون رقم مضاعف ممثلة في مختلف القطاعات مختلف اللي هو التجار نفسها فطبعا كل هذه الأمور تم بمناقشتها وتم أنه يعني يأخذون عليها إن شاء الله إيجابية ورح يتم العمل بيها مثلا قلت لك هذه الأمور هي اللي تنمي الاقتصاد وهي اللي تقوّل علاقات ما بيننا وما بينهم دائما الحديث في العلاقات الخليجية هو بالوصول إلى التكامل نحن ما نتحدث بشكل خاص عن العلاقات البحرينية السعودية الاقتصادية تحديثا فالحديث دائما عن التكامل وليس عن التعاون فقط كيف يمكن تحقيق هذا التكامل بوجود مثل هذه اللجنة بوجود يعني الرعاية الدائمة والتوجيهات الدائمة من القيالتين في البدين الشقيقين سواء مجلس النواب أيضا في البحرين كسلطة تشريعية مجلس الشورى كسلطة تشريعية في مملكة العربية السعودية أيضا تسعى للقيام بمثل هذه التشريعات لتسهل وتذلل من أي صعوبات وتساهم كيف يمكن تحقيق هذا التكامل أكيد أنتم تتكلمون عننا في اللجنة المشتركة طبعا أنا مثل ما خبرتك في البداية أنه هو الهدف الأساسي من هذه اللجنة أننا نحقق تكامل وليس تنافس يعني أننا الأشياء النواقص الموجودة في البحرين تم تكملتها في السعودية والنواقص اللي في السعودية تكون في البحرين مثلا إذا أنت بتنشأ مصنع فأنت تنشأ هذا المصنع أن تستبيد مواد الخام من السعودية وتم التصنيع في البحرين أو العكس يعني هذا على مجال اللي هو الصناعة أو مشاريع التجاري أنت تتكلم عن مجال التشريعات طبعا التشريعات ما بين البحرين والسعودية فيها اختلافات في بعض الأمور ممكن في هذه اللجنة إذا هذه الاختلافات اللي هي تحتاج لها حاجة أنها يتعدل أو أنها تكون متواصلة أو تكون بنفس الطريقة يعني أنها كل دولة وكل مملكة لها خصوصيتها ولها قوانينها بس ممكن النظر فيها يعني مجلس النواب وهو ممكن يشرع وممكن يعدل في هذه القوانين يعني هنا يقوم مجلس الأعمال بدور استشاري يقدم استشارات يرفع توصيات يرفع توصيات نحن في مجلس النواب في لجنة مشتركة ما بيننا ممكن هذه اللجنة اللي هي البحرينية السعودية إذا لها أمور تشريعية ترفعها عن طريق هذه اللجنة وتم مناقشتها وتم تبنيها من قبل السادة النواب وتم طرحها وتعديلها يعني ما فيها صعوبة وحتى يكون التعاون مع الحكومة نفسها أنها يتقدمها كمقتراحات أو كمشاريع قانون وتم تعديلها ويكون في تعاون ما بين جهتين هم شيء يكون الفهم العام موجود فالأمور راح تمشي يعني على وتر سريع على ذكر الصعوبات هل في صعوبات تواجه عمل هذه اللجنة المشتركة هذا المجلس؟ والله أنا نشوف أن الحمد لله رب العالمين يعني إحنا يمزرناهم هناك استقبلنا أمين منطقة الشرقية كذلك لأهمية هذه وطمننا بنفس التطمينات اللي اليوم في البحرين أننا فعلا قاعدين نفتح الأسواق ونفتح السعودية أنها تكون مركز سياحي ومركز تجاري بس هذا ما راح يأثر أبدا على المكتسبات اللي موجودة في البحرين احنا نرعى ونهتم أن السعودي يظل يروح البحرين والبحرين يظل يجي السعودية احنا هذه الانفتاحات أننا نجيب سواح آخرين للبلدين فهذه كان تطمينة يمرحنا كانت جدا ممتازة خصوصا على كثير من المشاريع اللي كانت مفتوحة ومعتمد اعتماد يعني ما أقول لك كلي بس اعتماد كبير على الساح السعودي فطبعا هذه اللجنة أنا أشوف أنها يعني كل تعاون وسهلات سواء على مستوى القيادات أو على مستوى حتى السفراء اليوم كان السفير الأمير موجود معانا في الاجتماع سفير المملكة العربية السعودية وكان دوره مهم في التنسيق حق هذه الأمور وكذلك سفيرنا في المملكة العربية السعودية فهذه كلهم يتعاونون وكلهم يشتغلون مجرد ما يسمعون أنه في اجتماع الكل يتحد ويتعاون وكل يسهل كل المشاكل اللي موجودة ولذلك يعني فيه سهولة في كل شي حتى في عقد الاجتماع عوقاته يعني ما تحتاج أنه ترتيبات كبيرة جسر مربوط ما بينك ما بينهم على طول جدم ساعة أخر يعني ما عندك معوقات بالعكس أن هذه اللجنة من أهم اللجان والتعاون فيها والعمل فيها يعني إذا مشها على حسب التسلسل بيكون جدا سلس وجدا ممتاز بإذن الله الأستاذ أحمد صباح سلوم وعضو مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك رئيس اللجنة المالية وقتصادية بمجلس النواب كل شكرا لتقدير لك من لكم إن شاء الله كنت أفهم شكرا شكرا جدا أشكركم على المتابعة مشاهدين الكرام على أمل لقائنا لقاكم غدا بإذن الله في أمان ترجمة نانسي قنقر